اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع اخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة جرى خلاله استعراض العلاقات الاخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك بينهما وسبل دعمه على المستويات كافة اضافة الى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الاقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك واهناء جلالة الملك المفدى اخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان بالانجاز المتمثل بالخطوة التاريخية للسلام التي اتخذتها دولة الامارات تجاه اسرائيل مؤكدا انها ستسهم في دفع وتعزيز جهود السلام وفتح افاق الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط بما يخدم تطلعات شعوبها في الامن والتقدم والازدهار واشاد جلالته بما تم الاتفاق عليه بين دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية واسرائيل والذي تم بمجبه ايقاف قرار اسرائيل ضم الاراضي الفلسطينية والذي يعد انجازا دبلوماسيا تاريخيا بما يحافظ على حل الدولتين ويبقي على فرص السلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي واثنى جلالته على المواقف المشرفة لدولة الامارات في الدفاع عن قضايا ومصالح الامة العربية والاسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقد اعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى واعتزازه بالتوافق بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا المنطقة مثمنا مواقف مملكة البحرين وجهودها الخيرة في دعم مساعي احلال السلام والامن في المنطقة لصالح دولها وشعوبها اشتركوا في القناة